التقى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبد الرحمن لمطيري رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الكويتية ومجموعة من المستشارين وأصحاب الصحف الإلكترونية وأعضاء النقابة حيث قدموا له مشروع تعديل قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني وتعديل قانون الإعلام المرئي والمسموع وذلك لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد حيث طلب سموه من المنظمات الصحفية المختصة تقديم مقترحاتها بشأن تعديل الإعلام الإلكتروني وأكد الوزير المطيري أن هناك مشاريع قادمة لتطوير قطاعات الإذاعة والتلفزيون والمحتوى والتقنية كما أعلن عن تشكيل لجنة تطوير تراجع جميع البرامج الإذاعية والتلفزيونية إضافة إلى تشكيل فريق لاستراتيجية تشمل الموظفين والمراقبين وذلك لربط القطاعات بشكل كامل من خلال رؤية استراتيجية وقد منحت النقابة وزير الإعلام شهادة تقدير أوليا معنا في الأستوديو رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الكويتية وممثل الأصبات الدولية للصحفيين الدكتور زهير العباد حياك الله دكتور الله حيكم شكرا لكم على هذه الفرصة للحديث حول اللقاء اليوم مع معالي الوزير حياك الله اليوم قدمت لوزير الإعلام تعديلات على القانون الموجود ما هي أبرز التعديلات التي تقدمتم بها كمشروع قانون للإعلام الإلكتروني وأيضا المرئي والمسموع طبعا نحن كنقابة الصحفيين الكويتية تعني في الصحافة الورقية والإلكترونية والإذاعية والتلفزيونية ولدينا كثير من الصحف الإلكترونية عضاف النقابة ولدينا مسشارين قانونيين متخصصين في الإعلام المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر الإلكتروني وأيضا لدينا علاقات دولية مع أكبر منظمات الصحفية في مختلف الدول العالم منها الأوروبية والعربية بناء على مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء لنا كرؤوساء تحرير صحف يومية ذكر أن قال لنا أنتوا أصحاب المهنة أنتوا أهل الميدان يجب أن تقدموا ما لديكم من مقترحات ورؤى حول قانون الإعلام الإلكتروني والقوانين الإعلامية نحن نقابة الصحفيين على طول صدرنا علانات عبر حسابات النقابة والصحف ما لديه من الصحف الإلكترونية أو الصحف التلفزيون والإذاعية وحتى الورقية مقترحات فليتقدم لها جمعنا هذه المقترحات وجلسنا مع المستشارين القانونيين وصغنا وكان لكم لقاء مع وزن الإعلام اليوم كأبرز هذه النقاط التي تقدمت طبعاً مطالبة النقابة بشأن تعديل القانون رقم ثمانية بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني والقانون رقم واحدة بشأن الإعلام المرئي والمسموع طلبنا أن تكون قوانين متماثلة ليست مختلفة لأن بالنهاية نحن ننظر إلى الصحافة الورقية والإلكترونية والتلفزيونية قوانين متساوية تخصي كلها وسائل الإعلام فبالنهاية كلها نشر سواء مرئي أو مسموع أو نشر ورقي أو إلكتروني فكلها وسائل الإعلام طلبنا توحيد القوانين أيضاً طلبنا إلغاء عقوبة السجن العقوبة السجن للحبس استبدالها بالإنذار الأول ثاني ثالث قبل تطبيع العقوبة على أي قناة تلفزيونية أو صحيفة إلكترونية أو محطة إذاعية أيضاً طلبنا أن إلغاء الحبس عقوبة الحبس استبعادها من عن مدير القناة وعن المخرج والمذيع والمصور والمعد وانحصاره في الضيف الذي يخصف البرامج اللي على الهواء الذي يتحدث ويتجاوز القانون أيضاً مع ذلك تخفيضها على العقوبة هذه الجنح الصحافة أقل شيء تكون بـ 2 دينار السقف الأعلى عقوبة 100 دينار طيب هل لقيتم تجاوب من الوزير حول هذه المقترحات أو هذه التعديلات؟ معالي الوزير أنا أعرف أن إذا عملته في وزارة العالم أنا كنتم استشارة لمجموعة من الوزراء يتميز بحسن الاستماع رجل مبادر فكر شبابي طبعاً هي رغبة سامية من سمو الرئيس وربما على سلطة في الدولة أن تخفيض العقوبات وتعديل الإعلام بشكل عام الإلكتروني تفزو إذاعي لكن طلبوا سمو رئيس ميس الوزراء أنتوا أهل مدقد ما إحنا قدمنا وطلبنا معالي الوزير في الكتاب اللي قدمنا أن يرسل الكتاب إلى سمو رئيس ميس الوزراء ويرسل الكتاب إلى مجلس الأمة رئيس ميس الامة لتحويل اللجنة المختصة للتعليمية في دراسة المشاريع المقدمة من أهل الاختصاص هل ستزيد دكتور هذه الاقتراحات المقدمة والتعديلات على هامش الحرية في الكويت والصحافة بشكل عام؟ لا تؤثر هناك في المفرق ما بين قانون الجرائم الإلكترونية وما بين الإعلام الإلكترونية أعطيك مثال أنت تصديف على الهواء تطرح قضية ويجيلك ضيف يحمل فكر خاص يتلفظ ألفاظ يطبق عليه قانون الإعلام الإلكتروني لأنه تحدث عبره جهاز إعلامي أو وسيلة إعلامية أو صحيفة إلكترونية لكن إذا كان تويتر وتغريدة خاصة هذا ينطبق عليه قانون الجرام الإلكترونية ونحن ليسنا معه المسألة ليست مسألة ضيف فقط حتى المذيع أحيانا يتطرق إلى بعض الأمور ويتم تحويله على بناء على قانون المريء والمسحوة أيضا نحن طلبنا من قانون التعديل أن سمورة إشمس وزراء قال نحن نتفاجأ من نزاعة ومن النيابة أن قضايا تحفظ لعدم اكتمال الملفات عدم ارتكاب جرائم يعني نحن نرى ونستقبل تظلمات من مجموعة من صحفي تفزون إذاعين الإلكترونيين أن تحويله من النيابة ثم النيابة تحفظ يعني كل واحد يتقدم بشكوى لكن نحن نرى عدم غيام مزارة الإعلام بتحويل أي شكوى ولا أي وزارة بشكوى إلا تكون جميع الأوراق متكاملة وثبوت المخالفة وإن ثبت المخالفة اسمح لي انذار أولي انذار ثاني انذار ثالث بعدين تتحول إلى قضية ومكتلبة يعني مثبتة التطاول والتجاوز طيب دكتور بشكل عام يعني أنت متفائل نعم متفائل جدا لأن على فكرة إحنا ليش متفائل جدا إحنا كان قابل صحفي الكويت لسنا جمعية جمعيات في العام تتحكم فيها السلطات إحنا تمتنع السلطات في التدخل في شؤوننا وعلى فكرة الوسائل الإعلامية الشعبية وانا ذكرتها مع الوزير على فكرة أقوى من رسمية الدول المتقدمة الولايات المتحدة بريطانيا ألمانيا وانحنا العصبة الدولية منتشرة في أوروبا الدول تنظرنا من ناحية هامش الحريات المسؤولة إحنا عندنا نظرية إعلامية ندرسها نظرية المسؤولية المسؤولية الإعلامية المسؤولة الإعلامية هي أن كل الإعلامي مسؤول على ما ينشره بثه إذا طبعا تجاوز النيابة أمامي لكن وفق ضوابطه وكل واحد يتحول النيابة يعني لدينا أيضا اليوم رئيس قطاع الإنشطة الإلكترونية حساب الشركة يقول حولوني يمت مرة والحبدة اللي طالع لدينا زملاء يعني على أقل حديث حولون النيابة لا أنا ما أحول النيابة على طول انذار أول ثاني ثالث ولا أطبق العقوبة إلا إذا نطق بها المدير يعني أمر أن طلع المدير وصرح قال يعني أتجاوز القانون وتحدث عن تجاوزه أو طلع المذيع يعلق عن رأيه الشخصي بيتطاول أو يمس أمن الدولة أو يعني بالنهاية لكن إذا ضيف يتحدث هذا رأي خاص والرأي لا يحتكر لكنه يتحمل وهناك آراء إحنا إحنا مع الحرية وأراء ضدها يعطيك مثال التطاول على الأديان التطاول على المذاهب التطاول على السوئي التجريح في الأشخاص في أعراضهم ودمامهم نعم هذا ما فيه على اختلاف لكن القانون الحالي مع الأسف لا يفرق مين ضيف ومذيع ورأي ورأي آخر نتمنى يعني يكون في تعديلات حقيقة وعيضا تعديلات لأننا بصراحة عبنا سنرادل عن نيابة بشكل عام والدولة مع حرية الإعلام المسؤولة البناء لكن إذا طلع ضيف ينتقد يعني وزير لعمله هذا مباح ينتقد دولة لعملها مباح لكن ينتقد لشخص بإسمه وعائلته وعرضه هذا أمر مرحب هذا مرفوض هذا رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الكويتية لا سجن ولا حبز للجميع شكرا دكتور رئيس مجلس إدارات نقابة الصحفيين الكويتية دكتور زهير عباد شكرا جزيلا لك شكرا